السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر بسي ثلاث ودي سيغاغ بواحد الحشواء اللي رائعة ما تشبعوش منها بنكهة ديال الحوت اكيد بلا حوت دائما شيوات الاقتصادية تنتم ندعموني دائما بلايك لان اليوتيوب لما بقناش تنزلوا فيديوهات فالقناتها تكون بحالي الله ستبدأ إلا بقي بغيتوا القناة ديالكم تكون معاكم ديروا لايك وتعليق شكرا لكم وشاركوا في القناة مع تفعيل الجرس وما تنسوش البرتاج شكرا لكم سنحتاجوا على بركتي الى 300 جرام ديال دقيق الابياد اللي هو الفورس درت معا واحد نصف كأس ديال فينو درت واحد شوية ديال السودان اللي هو الفلفو الأحمر الحار شوية ديال مطار ده هادو اختيرين غلا يتنسموا العجين ضفت ابيض بيضة في العادة ما تنضيفهش للعجين لكن جربت هاد الوصفة هادي اللي دارجع على يوتيوب درت العاجي اللي تندير في العادة وجربت لكن مكينش الفرق نهائيا صراحة ما غديش بقي تديرو في العجين الموهم درت هنا معي القاة صغيرة ديال زيت المائضة ومعي القاة صغيرة ديال الخل لما الحب حسب الضوق ودرت واحد اقل من ربع ملعقة ديال الخميرة ديال حلوة تيجيو هاد المسيمنات مقرب شيل لكن ما تيكونش ديك قاسحين بززف ما تيعجبونيش تتعجبش العجينات تكون تاني قاسحة بالنسبة الاصفر بيضا اللي يبقى فان شاء الله ندهنوا به هاد المسيمنات كيف تشوفوا معايا هنا تندير الماء حسب الدقيق تقربنا واحد الكاس ونصف المهم عنكم ميزانكم حتى تدك العجين مزيان بالنسبة ال 300 جرام ديال الدقيق هما تلات الكوكوس بقياس كاس العنبة ديال دقيق الابيض ونصف كاس كاس العنبة كذلك ديال الفينو اي سميد الراقيق هنا اخذت واحد شوية زيت المائدة اللي خلطت مع التحميرة في اللول وغطيتها كيف تشوفوا معايا في الفيديو نغطي بلاستيك غذائي ونجد الزيت تطلق فيها تحميرة بالنسبة العجين مدة 4 دقائق حتى الخمسة ونجدها في بلاستيكة ونجدها ترتاح حتى نحضر الحشوة هنا اخذت 125 جرام 125 جرام حتى الشعرية ديال الأرز واحد جوج مربعات اللي قدرت في الماء الغليان حتى تلقات ومن بعد صفيتها فهذا الوقت سوف نأخذ العجين شوفوا ما شاء الله كيف تكون العجين سروا كله في الراحة الى عندكم الوقت ونجد العجين ترتاح أطول مدة ونجدها في بلاستيك غذائي ونجدها في بلاستيك غذائي وترتاح على الأقل نص ساعة وخدموا بها وأي حاجة درناها في العجين إلا و تنريحوها تتعطي الطوع أكثر هنا قسمت على 4 ديال الدوائر واغتيتها بلاستيك غذائي سوف نأخذ عفوان واحد المقلال تكون شوية ثقيلة بالنسبة لي استعملت المقلال فصراحة ماركة زوينة نعدي لها ماشي بحال ذلك المقلال الخفاف التي تحرقوا ضغيال حاجة نضيف زيت المائدة وزيت الزيتون مع معيقة صغيرة الزبدة ونضيف سخن ونضيف عليها واحد البصلة كبيرة مع شوية الملحة ونضيف لها الفلافل وفلفلة حمراء إلا توفره كان أفضل ومن بعد تهبط هذه البصلة أفضل ونضيف جذر ونضيف جذر ونضيف جذر مع جذر ونضيف القوسة لتجد ونضيف ونضيف أخذ الأرز ونضيف 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 مكعب الثاني السمك يكلمون بثاني يوجد ملاخب بثاني ويكونوا أشعرون عطرية الحوت ويمكني المكعب الثاني مع القاة صغيرة الحرقوان وغير طوم بودرة وستطيع ملاخب بحره وشفتم معي هنا معي لقاس غيرة بوهارة السمك شوية زعتر واحد معلقة كبيرة سلصة السوجة قاعد المنكيهات اختيارية لما توفرت سلصة السوجة او التوم بودرة ستجعله التوم عادي المهم حسب المتوفرة اعتدتكم انا غير فكرة وانتوما ستغيروا حسب الموجود ندت كذلك شوية الفلفل اسود اللي هو البزار ومطبئة الحال ما حادرتها في الأول وراه المكعب دانتيتا ومالح سنكتفي بهذا القادر هنا دلت الشعرية الروز وكذلك ضفت شوية زيتون مقطع وكورنيشون مقطع واحد ارباع مصيرة مقطعه وشامبينيون واغة وانتي بان لكم في الفيديو غير فاتلي هذه المشهد فاش ضفتهم في الآخر ضفت شوية ديال قصبورو مع الدنوز وضفيت النار ودرت هاد الخاليط في واحد الإناء اللي كبير لن يبرد بالنسبة لي خلطه في طلاجة باش يكون بارد مزيان ضروري نخلي العجين ترتاح نخلطها حتى كملك الحشوة في الطياب دائما نسلط العجين هو الراحة ديالها ما يمكن نخدمه بها وحنا زربانين وبغيناها تترح وتتورق وتجيزوينها ما يمكن شخصنا نعطيها الراحة اي حاجة بغيتو تديرها بالعجين نصبقو ديال العجين نديرها هيا اللولا عاد ديروا حاجات اخرين غادي ندير الطوية ديال المسمى اللي والفتوع معايا عادية هيا وهنا غادي نلوي على هاد الشكل باش يجوني هاد المسمينات اللي على شكل بسيطلات غادي جو مورقين وكذلك اللي السيقة غادي جو زوينين وبنسبة الاضافة ديال الابيض بيض اللي قلت لكم ضغط في العجين فصراحة مجاني حتى فرق نفس الناتجة اللي نحصل عليها من قبل هي اللي حصلت عليها المهم كتغير وكتجربة فقط هنا ضروري ما تنجبدها كده العجينة مزيان تنسرحها تنسرح بشوي ديال زيت المائضة ومن بعد عاد تنضير واحد شوي ديال الزبدة خديت غير الزبدة ديال العلب ممكن تديروا زبدة المارغارين او زبدة طرية غير لكن زبدة طرية او ديال العلب فاغليوها شوية حتى يحيي دك الحليب زوله عاد بدو تتورقه باش ما تتفسكش لكم العجينة تقلب نواحد جمع القهنا اكبر تنسرح بكل سهولة الحشوة دائمة نأكد تكون باردة هنا غادي نضيف واحد شوي ديال الحامض اعصد تقريبا واحد مائلقة كبيرة ديال الحامض وغادي نضيف واحد جوج علاب ديال التونة بماطيشة تتعطي واحد الماداق اللي هائل إلا توفرو ضيفوهم ما توفروش غادي تتافيو بذيك الحوشوة اللي درنا في الأول إلا ما توفرتش صوجة والشامبينيون اللي درتنو غادي شامبينيون المهم حسب المتوفر غير التوابيل تديرو نفس التتبيل اللي درتر غادي تحصلوا على واحد الماداق اللي يزوين بززر هناك تفيت غير بالتونة ممكن تديرو الدجاج ممكن تديرو علاش الحوتي لا توفر أكيد غادي يغني هاد الحوشوة او غير الكروفيت المهم تنعطيكم أفكار وانتوما غا تبدعو دائما في الحاجة اللي غادي تديرو بالنسبة لكل مربع غادي نسرحو وغادي نقسموه على الجوج غادي ندير الحوشوة كيف شفتو معايا وغادي نلويه وغادي نحطوه في واحد طاوة القوتر دي رات طاوة 40 سنتيم ما شاء الله راتي يجيو واحد كيميال اللي يزوينا نرجع لدك النصف اللي يبقى وضروري ما تنسرحو تاني باش ديك المسمان يجيو مورق ما يكونش معجن وتنديرو واحد الكيميال اللي تبارك الله وافيرة ماشي غير شبيا وتنتني هاد اللي سيغار وتنحط في الطاوة وتنستمر لانا في شكل حتى تنكمل الكيميال اللي بغيت ندير هنا قدرت واحد الربعات يلي سيغار خدوا مني واحد جوج دوائر او مربعات عفوا ندرج مربعات اللي يبقى غادي ندير بيهم مسيميالات على شكل بسيطلات هنا غادي نستمر نفس الطريقة بالنسبة للفطر الاسود اللي شامبيونيو نواغ بالنسبة المبتدئات فغادي تديرو في الماء بارد عادي تغسله مزيرة في الغبرات تكون فيه التراب غادي تغسله بزاف ديال المرات تحتيب اللي كو ما بقاش فيه تحاجة عاد غادي تعسروه وغادي تقطعوه على الشكل اللي بغيته وتحطوه في هذا الحشوة ودابا غادي ندير شكل تاني بما ان عندي الحشوة تبرك الله كثيرة فغادي ندير منها واحد شوج انواع اللي غادي نزينو بهم ان شاء الله المائدة ديالنا وبنفس الحشوة هنا غادي نسرح داك المربع وغادي نقطعوه على تسعود مربعات ممكن تقطعوه غير على ستة حسب الحجم ديال المو ممكن تستعملو غير غطايا او شيز ليفة او هذا النوع ديال المو وهذا فيه واحد العشرة ديال سانتيب وغادي نحطوه بحال هذا الشكل غادي نقدوها شفية من الجوانب المهم تديرو بحالة تجمعوه هكذا البطبوط صغير بالنسبة للعجين إلا كانت هكذا كتير راعد غادي تزولوا منها شوية إلا كانت بحالة تشكرة ما غاديش تكون مدقصة نهائيا لأن العجين خفيفة ومدلوكة بزيان ومرتاحة هنا رجعت لذيك التحمير اللي كنت قدرت في اللول تلقات في ذيك الزيت غادي ناخد غاديك الزيت هكذا اللي ولت في ذاك اللون وغادي نخلطها مع ذيك الأصفر بيضة اللي يبقى ومعها شوية إما ديال الماء وغادي ندهن وغادي ندهن بحال هاد الشكل وغادي ندير زين مبيل بافو والزنجل اما الزنجل الأبيض او اللي توفر عندكم أنا ديرت الدكل عادي الفران غادي يكون سخون مزيان على مئتين وعشرين درجة في اللول أو مئتين وربعين ضروري يكون الفران سخون مزيان وغادي تخليوهم حتى يشدوا هكذا وغادي تشمع 1 دقايق سأريد تمهل بحالة طياب 1 من 150 درجة وغادي تطيبوه ديروش طوام النهار نحن نهار النار راه غادي تطيبوه لانهم يبقوين انطبو على المهل بناسبة لفرن الغاز طيبو occupyنا وغادي تحصلوا على ناتجة ويصرون نتجه وليس كذلك وعجينة القاسحة أكل وفي نفس الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة